السلام عليكم ورحمة الله بركاته دلوقتي احنا نشرح الاسليري موشن الاسليري موشن دي هي موضوع الـ 15 عنده في منهج الـ Physics 2 وفي الفيديو ده وعن بالتحديد هنشرح المحاضرة الأولى خلونا طيب نخش في الشرح هنبدأ أول حاجة بالتعريفات اللي عندنا أول تعريف عندنا هو الـ Periodic Motion الـ Periodic Motion هي Motion repeated in equal intervals of time والـ Equal intervals of time دي اسمه period أو Periodic Time الكلام ده معناه ان الـ Periodic Motion محتاجه شرطين أول شرط ان يكون فيه عندي حركة واحدة معينة وبتتكرر تاني شرط ان التكرار دول يحصل في فترات زمانية متساوية يعني ان التكرار الأول حصل في فترة معينة والتكرار التاني حصل في نفس الفترة وإلى آخره بقى وعندنا برضو شوية أمثال عن الـ Periodic Motion زي مثلا hands of the clock أو عقارب الساعة احنا عندنا عقاية عقرب من العقارب التلات بتوع الساعة بيلف حوالين الساعة كلها في فترات زمانية متساوية يعني مثلا عقرب الدقيقة بيلف حوالين الساعة كلها بيعمل دورة كاملة حوالين الساعة كلها مرة واحدة كل ستين دقيقة فبالتالي أنا عندي التكرار هنا إن عقرب الدقيقة بيلف حوالين الساعة كلها وبرضو عندي الشرط التاني بتاع ان هو بيلف حواليها في فترات زمانية متساوية ان هو كل مرة بيلف في ستين دقيقة وموضوع ده ما بيتغيرش طول ما الساعة شغالة فكده الشرطين بتوع Periodic Motion اتحققوا في حركة عقارب الساعة جواب الساعة تاني تعريف عندنا هو وهو ده هو موضوع Chapter 15 عندنا طيب الكلام ده معناه إيه؟ إن الأسريري موشن واخد نفس التعريف عادي جدا يعني إنت لو فاهم هتفهم الأسريري موشن بس في نقطة واحدة زيادة أو شرط واحد زيادة إنها بتبقى طيب إيه هو إحنا كلنا واخدين ده هو الترمي اللي فات فإحنا مفروض نكون فاكرينه من الترمي اللي فات بس عموما أنا هقولها دلوقتي باختصار ده الموضع اللي بيكون عنده الجسم ساكن بس مش أي جسم ما بيبقى بتبقى حالة معينة وإحنا برضو خدناها في الترمي الأول بس أشهر مثال إحنا خدناه اللي هو جسم مربوط في سبرينغ فعموما يعني هو لو الجسم تحط عن الجسم عيتانه ساكن ما بيتحركش لو أنا حركته في أي حتة تانية غير فكده عيتانه يتحرك يتحرك ومش هيبط الحركة غير لما يقف عند وعندنا برضو أمثلة الأسريري موشن زي ما احنا قلنا من شوية جسم مربوط في سبرينغ وهو ده اللي احنا درسنا الترمي اللي فات الجسم المربوط عندي في السبرينغ كل ما هو بعيد عن أو في أي مكان تاني غيره هيتانه يتحرك لحد مما يقف عند مش هيوقف حركة غير لما يوصر ويقف عنده تالت تعريف عندنا هو وهو ده ونموضوع اللي احنا بنركز عليه طول طيب التعريف ده طوي الحبتين فإحنا دلوقتي هنشرحه بشكل مبسط أو بشكل سطحي وفي السلايز الجاي هنفهمه بالتفصيل ماشي أول حاجة عندنا يعني انت لو فهم الأسريري موشن هتفهم بس ايه السطرين التانيين دول السطرين دول بيقولوا لك ان في علاقة ترضية بين يعني ايه يعني انا عندي لو فيه جسم موجود عندي فهو كده ما عملش ايه فورس او ما شحنش ما خزنش ايه طاقة عنده او ايه قوة بمعنى صح لكن لو انا زودت عن او بعدته يعني عن فكده هتزيد كل ما بتزيد كل ما هو بيخزن قوة اكبر ابيهدو اكتر يخزن قوة اكبر هو الموضوع ده بكل بساطة عندنا برضو امثلة زي احنا عندنا بندول هنا بيبقى الاكوريبيم بتاعه هو في النص بالزبط فطول ما انت بتبعد عن الاكوريبيم اكتر كل ما هو بيخزن قوة اكبر او بمعنى صح هو هيتحرك الارتفاع اكتر وهيتانه يتحرك اكتر لحد ما يسكن خالص طب تعالوا نشرح اكتر بقى عايزين ناخد قوانين من اللي كانت عندنا في الترم الاول اللي هي بتاعت يعني اول قانون عندنا بيقولنا ان الـ و يعني اييه؟ يعني كل ما بيكون اضعف كل ما بتاعته بيكون اضعف طب 不عا اضعف ازاي؟ احنا عندنا لو فيه صغير هيبقى ضغطه اسهل فكده الكي بتاعته اصغر لكن كل ما يكبر كل ما كون الكي بتاعته اكبر كل ما يكون ضغطه وفرده يكون اسب عليك هو موضوع مش متعلق بحجم الـ spring بس هو موضوع متعلق بالمادة او الطريقة الـ spring تصنع بيها يعني مثلا انت عندك السستة او الـ spring اللي موجودة في القلم اللي بيدغط القلم اللي بزرار يعني الـ spring دون ضعيف جدا انت تقدر تضغطو وتشدو بصورك بس سعدي جدا فكده الـ k او الـ spring constant بتاعها ضعيف جدا او قليل جدا لكن هنقول مثلا الـ spring بتاع العربية دون spring كبير جدا انت لو حاولت تضغطو او تفردو هيتطلع عينها فبالتالي الـ spring بتاعتي العربية بتبقى كبيرة جدا دا كلام احنا عارفينهم نبترمي الاول علي جدا وبردو تاني حاجة في القانون عندنا اللي هي الـ x كما هو واضح هناك كلما الـ displacement زيد كلما الـ force z والـ negative d محطوطة عشان انه الـ force بتبقى عكس اتجاه حركة الجسم يعني لو انت شديت spring لبرا او سحبته على برا فانت في عندك force بتتكون او بتتخزن بتكبره ان يرجع عكس اتجاه اللي انت سحبته دون فبالتالي لما انت تسحبه هتلاقي في حاجة بتطوك حركتك وهي دين الفرصة اللي بتتكون عشان كان هيبتبقى عكس اتجاه سحبك للـ spring او ضغطك لي برضو لو انت تغطو فالفرصة تطلع لبرا فده بيفصر ليه ان نجليف موجود هنرجع برضو الحاجات في الترمي الاول اللي هي الـ laws of motion ان عندي الـ f او الـ summation f equals m-a ال-m بتبقى الماس بتاع البادي وال-a هي بتبقى الـ acceleration بتاعه فممكن اشيل الـ f وحط ما كانها m-a وانا برضو ممكن احط الـ a لوحدها في طرف واقول ان الـ a بتساوي نجليف k في x over m وانا عندي الـ k وال-m دول custom ما بتغيروش يعني انا عندي الـ spring اللي بشده وبتغطه هو spring واحد ما بتغيرش فكده الـ k بتاعته واحدة وبردو الجسم اللي مربوط في الـ spring هو برضو جسم واحد ما بتغيرش فليه m واحدة او ماس واحدة فالحاجة الوحيدة اللي بتتغير عندي هي الـ x ممكن displacement تزيد او تقل او تبقى ساربة او تبقى موجبة فانا عندي الـ acceleration او الـ a بتعتمد على الـ x خلونا طيب نوضح الكلام ده اكتر على free body diagram احنا نفترض ان احنا ربطنا جسمه بـ spring وبعدناه عن الـ equilibrium position بتاعه وزي ما احنا عارفينين الـ equilibrium position عند الـ x بتساوي 0 فانا هقول ان انا بقى عدت الجسم عن الـ equilibrium position displacement وسميت displacement دي بايه الايه دي بقى بتساوي كام 5 سنتي 10 سنتي ايا ايا اياكم مش تفرق مهم ان انا دلوقتي سميتها ايه فـ displacement بتاعت الجسم دي عن الـ equilibrium position هي ايه فا ايه اللي هيحصل دلوقتي انا دلوقتي شدت الجسم ترمى ان انا شدته لبرة فـ force هتتكون عكس الاتجاه يعني الـ force هتتكون لجوه فانا اول اما اسيب الجسم هيكون فيه force بتسحبه على جوه هتخليه الضغط لجوه فتعاو ندرس الحالة بالترتيب اول حاجة هو الجسم بيتسحب على جوه هيعدي طبعا الـ equilibrium position الاول يعني عند الـ x بتساوي 0 وكده نقدر اقول ان الجسم تحرك displacement او مسافة ايه عن المكان اللي انا شدته فيه في الاول خالص يعني لكن بسبب الفرصة لانا كوانته جسم مش هيوف هنا لا هو هيكمل لحد ما يخش الجوه خالص لحد ما يجيب اخره وفيه نقطة كمان لازم اوضحها المسافة اللي هيضغطها الجسم هتساوي نفس المسافة اللي تشدها يعني انا دلوقتي شدت الجسم displacement اي او مسافة ايه فبالتالي هو هيضغط جوه negative ايه وليه هي negative ايه عشان هي على شمال فبالتالي انا عندي اي اكس على شمال اكس بتساوي ايه فالجسم كده بيتانه يتحرك منه شمال الى من اللي نهاية بافتراض ان السرفس يعني بس مش هو ده لا يتشرح بس لا كمان فيه حاجات هايزين نوضحها اكتر احنا عندنا وجسم معموله stretch كده في اللحظة اللي لسه ماسك فيها الجسم عند الـ x بتساوي ايه انا عندي هناك الـ velocity بتساوي 0 والـ acceleration بيبقى في الماكسموم او بيبقى عليك الممكن يعني احنا افترضنا ان انا ماسك الجسم ده وشده عند x بتساوي ايه فبعد اما انا شديته سيبته سيبته تحرك مع نفسي يعني ففي اللحظة اللي انا سيبت الجسم دي فيها الـ velocity عندي بـ 0 والـ acceleration عندي هي maximum طب ليه الـ velocity بـ 0 عشان الجسم لسه ما تحركش انا لسه سيبه دلوقتي حالا فهو ملحقش يكسب اي acceleration فبالتالي الـ velocity بـ 0 وحتى هو عندك بيقولك في الاسئلة ان اشديت الجسم عند x بتساوي كذا ومن هنا بقى الجسم stars from rest ده معناه انه بدأ من السكون وبدأ من السكون دي معناه ان الـ velocity بـ 0 طب وليه الـ acceleration هنا بالـ maximum احنا هنرجع للقلوم بتاع ان الـ a بتساوي negative k over m في x احنا قلنا ان الـ negative k والم دول قاس ما بتغيروش فبالتالي اعتمدنا كله هنا على الـ x فإحنا هنا عندنا الـ x هي اكبر كما ممكنة اللي احنا سميناها بـ a فطول ما الجسم بيتحرك الجسم مستحيل يزيد عن a فالـ acceleration هنا بيكون اعلى قيمة ليه بحيث ان الـ x برضه هي كمان بتبقى اعلى قيمة لها وكلما الجسم بيتحرك شمال اكتر كلما الـ x بتقل فبالتالي الـ acceleration هو كمان بيقل فعشان كلا النقطة دي او الـ x بتساوي ايه بيكون الـ acceleration عندها اكبر كما ممكنة عشان كل شوية الفورس بتسحى بالجسم الجوة وبتقلل الـ X فبالتالي الـ Acceleration بي L تاني حالة عندنا هي لما الجسم يوصل الـ Equipment Position ساعتها احنا قلنا الـ X equals 0 فبالتالي الـ Velocity عندي بالكوب Maximum والإي عندي بتـ Equal 0 طيب ليه؟ الـ E بتساوي 0 ليه؟ ديان واضحة جدا عشان احنا لو رجعنا للقانون تاني هنلاقي للـ X بي 0 فلما نضرب اي حاجة بصفر بصفر هتبقى الـ Acceleration هي كمان بصفر طيب ليه الـ Velocity بالـ Maximum او باكبر كما عندها؟ احنا لو بصينا على الحالة الاولى تاني هنلاقي ان الجسم كان عنده الـ Acceleration بكما معينه الـ Acceleration قاعد يقل ليقل ليقل للحد ما وصل الـ X equals 0 او الـ Equipment Position بتاعه الـ Acceleration قاعد يقل بس هو كان لسه موجود كان لسه بيأثر على الـ Velocity فالحد ما الـ Acceleration يوصل لصفر كده الـ Velocity بقت اكبر كما ممكنه عشان بعد ما الجسم يوصل الـ Equipment Position هيرجع تاني يبقى او يرجع تاني يخش لجوه فلما يخش لجوه هيكون Force عكس اتجاه الحركة فلما يخش لجوه هيكون Force عكس اتجاه الحركة فترى ما ان الـ Force تكونت عكس اتجاه الحركة فالـ Acceleration برضه هي كمان يتبقى بعكس اتجاه الحركة او تبقى بعكس الاشارة بتاعت الـ V عشان كده ده بيفصل ليه الـ V بيكون اعلى قيام ممكنة هنا في اللحظة دي عشان اي حاجة بعد كده Acceleration بتبقى عكس الـ V فهي بتقلل في الـ V لحد ما الـ V تيوصل لـ Zero تالت حالة عندنا بقى لما الجسم يكون ساعة بيكون بالـ Maximum والـ V equal zero زيها زي حالة بالزبط لكن كل حاجة بتبقى بالعكس يعني ايه يعني بدل ما تقول هتبقى وبدل ما الـ A تكون Maximum هتساوي او العكس فانت بكل بسطة ابتكز اشارك كل حاجة لحد هنا احنا تقريبا شرحنا كل حاجة في الحركة فانتو هنا مفروض تكونوا فاهمين لتعريفات بتاعت طب احنا لو كنا عوزين لمسل الحركة دينا على خلونا عمي الـ Graph هنا هكون الـ T أو Time والـ Y axis هكون الـ X أو Displacement فإحنا لما نيجي نرسم حركة الجسم خلونا نبدأ من الاول عند لما يكون هنا الـ X بتساوي ايه فالـ X هتنقل تقل 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 لحد ما توصل لـ Zero عند الـ X بتساوي Zero يعني لما توصل ولما نروح عند الحالة بتاعت فالحركة برضو تنزل تحت ده معناه ان برضو الـ Graph هينزل هنا لحد ما يوصل لـ A لكن الحركة برضو هنا مش هتقف عند يكون بس هيرجع تاني أهرست فبالتالي هتلاح فوق تاني هالـ Graph عند الـ X بتساوي Zero وبعد دي هترجع تاني عند الـ X بتساوي A والحركة دي بقى توضع تتكرر بالشكل دي لما لا نهاية طيب الشكل بتاع Graph ده مش شبه حاجة أو مش بيفكركم بحاجة الـ Sin والـ Cosine Function بيباش اكله ما اعمل كده بالضبط وبالتحديد دي فبالتالي انا لما اعمل قانون بتاعت الجسم ده عن فبالتالي هتكون متعلقة بالـ Sin والـ Cosine عشان شكلها واخد نفس الـ Sin والـ Cosine ويف اللي انتو شايفينها دلوقتي دي فعشان كده احنا هنقول عن الـ A اللي احنا فردنا ان الـ X بتساويه هنقول عليها الـ Amplitude دي بيبقى لها معنايين هي بتبقى أعلى قيمة انا وصل لها في الـ Wave دي كلها لبعضها وفي نفس الوقت بتبقى برا عن سعب موجة يعني ايه سعب موجة؟ يعني الفترة دي من أول هنا كده الحد هنا بيبقى سعب موجة او Amplitude وكما هو واضح في الرسم هنا انا عندي الموجة دي بتبدأ من هنا وبتنتهي هنا فالحتة دي كلها على بعضها هي بتبقى برا عن موجة كاملة يعني انا عندي في الموجة الوحدة اربعة من الـ Amplitude او اربعة من سعة الموجة طيب سبونا بقى من الرسم اللي احنا عملناها دلوقتي دول الرسمة دي هنو اضحها لكم بشكل احسن بس في الـ Slides الجاية لكن في ملحوظات صغيرة احاب اوضحها لكم وملحوظات دي بتبقى دايما سبتة ان انا عندي لو الحركة لو الجسم بيتحرك ناحية الشمال فكده الحركة هتبقى كل حاجة فيها بالنجلف يعني الـ Velocity هتبقى بالنجلف عشان هي رايحة ناحية الشمال ناحية الشمال الـ Acceleration نفس الفكرة الـ Force نفس الفكرة بالنجلف كله بالنجلف واخدوا بقى لكم ان انا بقول الحركة مش الـ Displacement الـ X بتبقى قمتها العكس فالـ X هي الوحيدة اللي بتبقى قمتها مختلفة لكن لو انا رايح الشمال فبالتالي Force والـ Velocity والـ Acceleration هم تتبقى بالسارب نفس الحوار مع اليمين بس بالعكس يعني لو انا رايح يمين فكده الحركة تبقى بالـ Puzzle يعني الجسم لو بيتحرك يمين فـ Acceleration والـ Force والـ Velocity هم تتبقى برضو هيبقى بالموجب وبردو حابب افكركم ان الحالة دي بتحصل لما يكون Surface Frictionless برضو ومفيش عشان بكل بساطة مستحيل الجسم يكون بيتحرك بالشاكده الى ما الى نهاية مفيش حاجة اسمها Frictionless Surface بس احنا فرضنا الكلام ده بس عشان نعرفناشه طيب قبل ما نكمل شرح بس في نقطة عايزة اوضحها لكم عشان كان في ناس كتيرة بتغلط فيها الترميل اللي فات انت عندكم لما يقولك ان فيه جسم stars from rest ده معناه ان الـ Velocity هي اللي بـ 0 مش الـ X هي اللي بـ 0 طيب في الحالة دي الـ X بتساوي 0 امتى لما يقولك ان الجسم at the origin point او at the equilibrium position لكن في الحالة دي بتاعت السبرينج يعني وكده ساعتها يكون الجسم at equilibrium position دي ساعتها الـ X بتساوي 0 لكن لما يقولك ان الجسم بـ start from rest ده ما يعنيش ان الـ X هي اللي بتساوي 0 لأ الـ V هي اللي بتساوي 0 مش الـ X بس حتى لو افترضت الافتراب بتاعكم ان هو فعلا الجسم stars from rest وفعلا الـ X بتساوي 0 كده الـ V والـ X بيساوي 0 مع بعض طيب ما هو ده معناه ان الجسم ما بيتحركش احنا عارفين ان الجسم لما يكون عند اي حتة تانية غير الـ Equipment position بيتحرك لكن لما انا احطه عند الـ Equipment position فكده الـ X والـ V مع بعض بيساوي 0 فكده ما فيش مسألة اصلا انا بقولك انا حطي الجسم عند الـ Equipment position وتحرك من اول هنا ما هو كده مش هيتحرك اصلا فكده فينا السؤال فبالله عليكم خدوا باركم من الفكرة دي لما يقولك الجسم stars from rest ده معناه ان الـ V equals 0 لما يقولك stars from the origin point او as Equipment position ده معناه ان الـ X بتـ Equal 0 خدوا باركم من نقطة دي بالله عليكم عشان كان فيه ناس كتيرة بتسأل فيها الترمي اللي فاتت تعالوا طيب نشوف الكونين اللي احنا عايزين نحل بيها اول قانون عندنا بيجيب الـ Displacement عن الـ Equipment position هو قانون اللي قدامكم ده وهنقول كل حاجة فيه بالتفصيل الـ X of T هي بتبع بارة عن الـ Displacement او الازاحة بعيدة عن الـ Equipment position في لحظة معينة وده نحن كنا نسيساً اعلانة في السلايد اللي فاتت الـ A هي الـ Amplitude والـ Amplitude هنا بيبقى اكبر اساحة الجسم يقدر يبقى عن الـ Equipment position والـ Omega هنا يبتبع Angular Frequency والـ Omega هنا يبتبع Angular Frequency طب يعني ايه Angular Frequency او هي ليه Frequency الاساس عن دي Angular عشان زي ما انا قلت لكم في الرسمة اللي فاتت ان الـ Graph بتاع حركة الجسم اللي مربوط في الـ Spring Down بتتمثل على شكل Sine أو Cosine Wave فبالتالي لازم تكون فيه Angle دخلة في الموضوع طب والـ Phi دي اللي هي Face Angle ممكن يبقى اسمها Shift Angle أو Face Constant بس ادكوا لفظي لها هي Face Angle عشان الـ Constant دو مش دقيق بما فيه كفاية ما بيوضحش ندين زاوي أو ندين Angle هموماً الفكرة من وجود الـ Phi عندك انك انت لما بتجيب الـ X of T بتجيب الـ Displacement البعيد عن الـ Equipment position عند لحظة معينة تعوزة فاللحظة دي ممكن تكون اي حاجة يعني مش لازم تكون بتبدأ من أول الـ Wave بتاعت الـ Cosine أو من أول الـ Wave بتاعت السين لا ممكن تكون بتبدأ من لحظة في النص فبالتالي الـ Face Angle دي بيتجاب لك Displacement بشكل دقيق حبتي الكلام ده هيوضح أكتر هجب لكم رسمة هتوضح لكم الكلام ده كله عندنا تاني قانون هو الأوميجا ده قانون الأوميجا قدامكم والـ K والـ M احنا عارفينهم فإحنا هنا ممكن نقول إن الأوميجا بتبقى عشان هي بتعتمت برضه على زيها الـ K اللي هي اللي هما بيتغيرش غير بيتغير والأمة برضو لها ما بتتغيرش غير لما الـ Bodyزة نفسه بيتغير فهم الـ 2 فبالتالي الأوميجا هي كمان زيهم تعالوا بقى أوريكم الرسمة اللي بتوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه كله الرسمة دي فيها كل حاجة احنا قلناها عندنا القانونين بتاع الـ Displacement والأوميجا اللي احنا قلنا عليهم من شوية وبعدو الرسمة دي بتوضح لكم شكل بتاع حركة الجسم اللي مربوط في فزي ما انتو شايفين هنا أول حاجة بتبقى القمة بتاعة الـ Wave اللي عندي يعني بتبقى أكبر أنا ممكن أوصل لها والـ Wave دي يعني الحاجة اللي بتتحكم بأي قيمة عليها هي بحيث ان قلنا ان بحيث ان احنا قلنا ان فبالتالي لما نضربها في اللي انا عاوزها اللي هو اللحظة اللي الجسم كان بيتحرك عندها اللي انا طالبها هقدر اجيب أي نقطة موجودة هنا عندي على الجراف والـ Phi اللي مكتوبة قدامكم دين هي دين اللي بتحددي للـ X of T فبالتالي لو كنت عايزة اجيب تي عند الحتة اللي فيها الـ Phi دي فانا هاتطر اكتب القانون بالشكل اللي قدامكم بفوق ده بالزبط اللي هي X of T equals A cosine omega T minus Phi طب احنا عندنا في القانون اللي احنا كبينه هي بلاس Phi لكن هي ليه هنا اكتبها مينس Phi عشان انت عندك الفي موجودة تحت في النجرف فبالتالي الفي ذات نفسها قيمة بتاعتها النجرف فهو كتبها في القانون لكن القانون الصح بتاعها انها بتبقى بلاس مش مينس هو بس هنا كتبها مينس عشان الفي هنا بدنجرف في برضو عندنا حب القوانين كمان لو انا عايز اجيب تايم هقول ان تايم بيساوي باش احنا عارفين ان تبقى عبارة عن وان تايم دون بيبقى اول وقت اللازم ان انا اعمل دورة كاملة فبالتالي اقدر اجيب تايم من تايم وطلع ما انا عندي تايم فاكيد عندي والفريكنسي زي ما احنا عارفينها بتبقى فانا لو حبيت اجيب الفريكنسي من الاميجا فانا بكل بساطة هعجس القانون بتاع الاميجا فبذل ما اقول هقول انها اوميجا اوفر تو باي وزي ما احنا عارفين برضو ان الفريكنسي بتبقى عكس التعريف بتاع الاميجا فالفريكنسي بتكون عدد اللفات اللي بتحصل في الثانية الواحدة هو عشان بس اكون واضح ما هيكم التعريف الضقيق للفريكنسي مش بيكون لا هيبتبقى لا هيبتبق فانا قعد راجيب الفريكنسي لأي unit of time ممكن اجيبها الملي ثانية ممكن اجيبها للثانية ممكن اجيبها للثانية ممكن اجيبها للمنت عادي اشتفر لكن انا جبتها هنا عشان سببين السبب الاول عشان ده ابسط حبتي السبب التاني ان احنا عددنا في المانهج اساسا بنتعامل بالثانية فبالتالي الفكرة تتنوان unit of time دي ملاش اي لازمة بالنسبة لنا طب بردو لو انا عايز اجيب الفلسطي بتاعت الجسم اللي مربوط في السببينغ دوا احنا عارفين ان الفلسطي بتبقى عبارة عن فانت لو نسيت القانون بتاع الفلسطي عادي انت اجيب القانون بتاع وعمله استقوق فانت كده يكون جبت قانون الفلسطي عادي نفس الحوار مع بالظبط لو انا كنت حاوي اجيب بتاع الجسم فانا هجيب او وهتطلع معكم بالشكل ده فلو انت انسي قانون او الفلسطي عادي جدا تقدر تجيبهم ودي برضو حب القوانين زيادة لازم تتحفظ ايا كمال بمناسبة القوانين اللي احنا ذكرناها دي كلها مفروض انها تتحفظ عشان المويد قال لنا القوانين مش تبقى معنا في الامتحان فالقوانين دي كلها لازم تتحفظ طب عايز اقول ملحوظة بس احنا عندنا بتساوي تبعرف منين اذا كانت زي ما احنا قلنا في السلايد اللي في هاته لو كانت يمين فكذا بتبقى كل حاجة موجابة لو كانت شمال بتبقى كل حاجة سريبة فلو قال لك ان الجسم بيتحرك مين فانت هتاخد القانون ده بالبصدر لو قال لك بيتحرك شمال بتاخد القانون ده بالنجرف طب لو هو ما قالكش بيتحرك مين ولا شمال هتاخدها زي ما هي عادي جدا يعني السلايد دي تعتبر تقريبا ملخص لمحاضرة الاولى كلها فلو انت فهمت المحاضرة الاولى كويس فبالتالي السلايد دين هتكون ملخصارك الدنيا كلها ان شاء الله طيب طيب نخش في حل المسائل بالمناسبة يا جماعة حابا اقول لكم اي مسألة انا هحلها في الفيديوهات انتو يا ريت توقفوا الفيديو تقربوا تحلوها مع نفسكوا وبعد كده تشوفوا شرح الفيديو هل انتو حلكم صحة ولا غضب تمام طيب اول مثال بيقولي انا عندي جسمة مربوط في وداني القانون بتاعه وطلب مني شوية حاجات ايه هي الحاجات دي اول حاجة ايه طالب من يعني هو طالب طب تعالوا نجاوب الخطوات مع بعض هنبدأ بالاي اول حاجة القانون اللي هو واحد طالنا ده ونقدر نطلع منه كل المعطيات اللي احنا عاوزينها يعني هو هنا بيقولي ان اكس بتساوي اربعة متر كوزين ثري باي تي بلاس باي فهنا انا عندي اللي بعده كوزين دي اوميجا تي وعندي برضو في القانون ذات نفسه تصو اللي بعده كوزين ثري باي تي فهنا انا قدر اقول ان الاميجا بتساوي ثري باي فمن هنا قدر اجيبي الفريكنسي ان الفريكنسي بتساوي اوميجا افر هنقول ان الفريكنسي بتساوي ثري باي او ليه ثري افر تو يعني الفريكنسي هتطلع معنا ب 1.5 هيرتز في الاخر طيب الو طلب منينا في نفس النقطة الPeriodic Time زي ما احنا عارفين انها بتبقى واحدة على الفريكنسي فحنا نقسم واحدة على واحد ونص هتدينا الرقم اللي هتطلع لنا ده طيب ده بالنسبة للنقطة اي بالنسبة بغى للنقطة بي هو طالب مني بتاع الموش هو اساسا الامبليتود هو كتبهولي في القانون ان الاي بتساوي اربعمتر يعني هو ماطة وفي نفس الوقتة مطلوب فمفيش اي خطوات مفيش اي حاجة تتحل هنا هو كان مديني الامبليتود وقال لي اكتبو بس مشاكت طيب بالنسبة لسي طالب الفيس كاست او اللي هي الفيس انجل يعني الفاي نفس الفكرة زي زي الامبليتود بالزبط هو مديني الفاي هنا باي يعني هي برضو ماطة في نفس الوقتة مطلوب طيب بالنسبة لدي هو طالب مني عند البيزيشن عند تي بتساوي رابع ثانية فاحنا هناخد القانون بتاعنا ونشيل تي ونعوض عنها بربع ثانية في الامبليتود زي ماهم مش هتغير لكن الاميجا تي هتبقى اوميجا في رابع فبالتالي هتبقى ثري باي اوفر فور فاحنا نعوض هنا قدامنا بالشكل دوا وهيطلع لنا ده الناتج النهائي بتاع الاكس لكن الحابة اوضح لكم حاجة هنا احنا هنا في الزاوية ما تعملناش بالدجري احنا تعملنا بالرديان يعني احنا متعملناش بالزاوية التساين تلاتين مية وتمانين لا احنا تعملنا بالباي فانت لما تيجي تحل المسائل بتاعت الفيزياء لازم تثبط الموب بتاع القل بتاعتك على الرديان والوضع ده ونحنا انتننا عليه على طول يعني هو الموايد قال لنا ان احنا نتعمل بالرديان لحدد شابتر سيفنتين او ايتين فاحنا المطولين في الموضع ده وهي الطريقة دي ده نقضامك انت الالة عندك لما بتدوش شفت مود هتطلع لك كزا حاجة رقم تلاتة ديجري ورقم اربعة راديان ممكن انتها مختلفة من كالكوليرل للتانية لكن هي دي الحالة الشائعة فانت عندك هتدوش شفت بعدها مود بعدها تختار تلاتة او اربعة سواء كان ديجري او راديان وبالمناسبة لازم ترجع الالة للدجري بعد ما تخلص حل مسائل الفيزية طب ليه ده هنا عشان انت ممكن تحل عندك اسئلة تانية في اي مادة تانية فانت تكون عندك لازم تحل بالدجري فانت تنسى انك زابط الالة عندك على الراديان وبالتالي النوتك هتطلع معك غلط فلازم بعد ما تخلص حل مسائل الفيزية ترجع مودة دجري تاني ارجو بس ان النوت هتكون واضحة تعالوا نشوف بقى مسال تاني هو قال لك هنا ان في جسم كتلة واحد كيلو جرام مربوط عندك في سبرينج وانا بععدت الجسم ده وانا عن الاقريبان بتاعه بزيرو وون بايميترز وساعدتها جسم stars from rest فده معناه ان الفيزية بزيرو وهو قال لك هنا برضو ان السيرفرس فريكشنلس يعني هي ده الحالة اللي احنا بنشتغل عليها بس في جملة غريبة حبتين هنا بيقول لك هي بعد النص الثانية وطالب منك الماكسموم سبيب بتاعت الابجيك طيب الكلام ده معناه ايه تعالوا طيب نشرحها للفري بادي دياجرام احنا عندنا الفري بادي دياجرام بيمثل الحالة بالظبط اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ان فيه جسم انا عملتله stretch وبدأ الحركة من هناك فاحنا هنشيل الـ x بتسوي ايه ديان ونحط ما كان 0.1 وحنا هنحط هنا الحاجات اللي بتحدد الفلاستي اللي هو امتى يعني بتكون بزيرو وامتى بتكون بالماكسموم طيب هو الفكرة كلها هنا عندنا ان هو بيقول لك ان الجسم بدأ من هنا لما الفلاستي كان بتسوي زيرو وهو بيقول لك ان بعد نص ثانية الفلاستي كانت بزيرو برضو وهو بيقول لك ان بعد نص ثانية الفلاستي كانت بزيرو برضو وبردو هنا احنا عندنا ان x لما بتقيقل نجل في ايه فالفلاستي برضو بتسوي زيرو فده معناه ان فترة اللي الجسم تحركها من اول x equal a لx equal a فدي خدف منه نص ثانية واحنا عايزين نجيب الـ maximum speed يعني عايزين نجيب الحتة دي بالظبط نجيب هزي دي بقى طيب احنا عارفين ان المسافة اللي الجسم يتحركها من اول x equal a لx equal a دي كده نص دورة او هافى السايكل فانا نص الزمن الدوري عندي او نص periodic time هي نص ثانية فبالتالي هضرب النص ثانية دي في اتنين عشان يجيبي الـ periodic time فبالتالي periodic time بتسوي واحد ثانية طيب من periodic time قدر اجيب الـ omega فبالتالي الـ omega هتطلع معا بالشكلة هتطلع 6.28 hertz وانا عندي قانون من القانون اللي انا خدته وراه ان الـ v maximum بتسوي omega a انا عندي الـ a وعندي الـ omega فبالتالي اقدر اجيب الـ v maximum وهتطلع معا كده في الاخر طيب نروح على مسألة اللي بعدي السؤال دوان كبير حبتين بس بسيطة ان شاء الله طيب هو هنا بيقولك ان فيه جسم مربوط في spring عمال يتحرك منه الشمال انا بدأت اقرأ الحركة بتاعته من اولا ما كان عند الـ equilibrium position عشان بس اوضح لكم حاجة هو هنا ما بدأش حركة من الـ equilibrium position انا بدأت اقيس الحركة بتاعته من اول equilibrium position عشان ما ينفعش يبدأ الحركة من اول equilibrium equilibrium دوان موضع السكون بتاعه ما ينفعش يتحرك من اوله لازم يتحرك من اي حتة تاني غير الـ equilibrium فعموما يعني هو قالك عند الـ equilibrium ان تقعب بـ zero وقالك ان الـ amplitude بـ 2 سنتي والـ frequency 1 ونص هيرتز طب تعالوا نحل مع بعض اول حاجة طالبها ايه بيقولك في ايه اسبتلي ان الـ position بيبقى بالقالون ده والقالون ده هنطالب منك اسباب بس يعني هو ما اصدوش اسباب بالقوانين يعني انك هتعد تجيب مثلا القانون من اول وطول تعود على الـ x والـ sine والحاجات دي لا هو بس انت هتعود بالحاجات اللي هم اديها لك في السؤال اللي هي مثلا amplitude frequency الحاجات دي يعني فمش اسبات يعني او مش حاجة صعبة متغلقش طيب اول حاجة عندنا في حاجة احنا مستغربين منها حابتين القانون الاساسي فيه cosine ان الـ x بتساوي a cosine omega t plus phi لكن هو هنا كتبها لك sine طب وليه كتبها sine طيب هو هنا زي ما احنا قلنا بدأ من equilibrium بـ zero ترمى ان هو بدأ من equilibrium فده معناه ان اول x اناها s هتطلع لي بـ zero واحنا عارفين ان السين بتبدأ من اول الزيرو وغير كده هو بيقولك انه بدأ من اول الزيرو وبيتحرك ناحية اليمين فده معناه انه هو هيتحرك في الموجب زي السين ويف بالزبط فده معناه انه يثبت القانون صح انها فعلا هتبقى الـ x بتساوي a sine omega t واحنا شلنا الفايل ايه عشان هو بدأ من اول equilibrium فما فيش اي phase shift هيحصل هنا فهتبقى x equal a sine omega t بس هي بكل بساطة كده ولو انتو الصورة مش هاضحة قدامكم انا هتديكم الصورة بمثل لكم الـ wave بتاعت السين والكزين اللي هي يعني graph بتاع الـ function زي ما انتو شايفين السين بدأ من الصف وعملت زيد في الموجب وقعدت بدأ للتقل بقى لكن لو كان الكزين كانت تبدأ من اول الواحد اللي هي عندنا يعني هنا بالـ a كانت تبدأ من اول الـ a وتعطي لتقل وتوصل للسيرب وتطلع على الموجب وكده هنا بقى عندنا الفكرة ان هو بدأ من الكريبة يعني بدأ من الصف وقعد يتحرك to the right to the right احنا عارفين ان الـ movement بتابع بالموجب عند اليمين فبالتالي انا عندي هنا القانون انا هاعتمد الصين طب مش مانا هاعتمد الصين عشان هي بدأ من الصف وقعدت تزيد فهي كده الصين هي اللي هتنفع معي طيب النقطة ايه لسه ما خلصتش لحد هنا لسه في حاجة بسيطة تانية فاضل الـ a والـ omega هم اديني مثلا frequency الـ frequency ادرجين منها الـ omega بسهولة الـ frequency عندي بواحد ونص هيرتز فانا عارف ان الـ omega بتسوي 2πF فانا هادر بالـ 2πF هتديني 3π والسبب زي ما هي كده عشان بتعمل بالرديان وهو مديني في السؤال بيقول ان الـ amplitude بـ 2 سنتي فدايا ما فيها شرط عوضات ولا اثبتات قلي حاجة هي الـ amplitude بتسوي 2 سنتي بس على كده يعني بعدها يطلع لك القانون بالشكل دو ان احنا كده اثبتناه احنا لقينا ده amplitude بـ 2 سنتي الـ omega 3π وان فعل ان القانون ماشي على الـ function بتاعت ان هو بدء من عشان بالموجب يعني طيب تعالوا نكمل نفس السؤال بس في سلاية التانية طيب هو في النقطة بي طالب مني ايه هو بيقول ان عايز الـ maximum speed at the earliest time يعني هو عايز اول مرة الـ velocity توصل فيه لـ maximum بتاعها احنا بقى هنحط القانون بتاعنا اللي هو V max equals omega A احنا معنا الـ omega ومعنى الايه فهنقول ان V maximum بتسوي omega في ايه 2 في 3π اللي هتطلع لنا بـ 6π فاحنا رمانيك نشوف الرقم تلع لنا كما هتطلع لنا بالشكل اللي قدامنا ده بالسنتيمتر على الثانية طبعا خدوا بقى من الوحدات القياس طيب هي الفكرة بقى هنا ان هو طالب T عايز الزمن اللي عند الـ V maximum بتسوي كذا تمام؟ فاحنا هنحط الـ free body diagram عشان الدنيا توضح لنا هو دلوقتي الجسم بدء من عند الـ equilibrium position زي ما انا قلتلكم هو مش بادء حركة من equilibrium position انا بدأت إيس الحركة بتاعته من اول هنا لكن هو بدأ من حدة تانية تمام؟ طيب انا عند الـ V maximum بتيجي امتا؟ لما يكون الجسم عند الـ equilibrium بتاعه اي حالة تانية غير كده الـ V بتبقى أقل من max او حتى ب zero لكن مفيش اي حاجة تانية غير ان الـ V بتبقى max غير اللي عند الـ equilibrium ماشي بس هنا في مشكلة هو قال لي في السؤال الاساسي او في النقطة B انا عايزة T تكون اكبر من zero فانا مقدرش اقول ان الـ V maximum بتبقى عند الـ T ب zero لا هو طالب مني ان الـ T اكبر من zero فانا بالتالي كده هضطر اشوف اقرب نقطة هتبقى انت ماشي هو الجسم بيتحرك ناحية الـ remain او حتى لو كان بيتحرك ناحية الشمال كده تبقى نفس الحالة بالضبط لكن الجسم بيتحرك ناحية الـ remain هنا فانا عندي الجسم هيروح كده ناحية الـ X equal A ويركع تاني عند الـ equilibrium بتاعه فكده اترمى ان هو راح ورجع او مشي مسافة A ورجع مسافة A فبالتالي هو كده عدى two amplitudes او اثنين من ساعة الموجة واحنا عارفين ان موجة بيبى فيها اربع ساعات فبالتالي هو كده عدى نص موجة او اتم نص سايكل يعني الـ V maximum هتيجي بعده نص سايكل فهو طالب ان هو طالب مني time فانا اجيبي periodic time على الاتنين انا ممعيشي periodic time بس انا معي الـ omica وقدر اجيب منها periodic time انا معيشي periodic time بس معي frequency وقدر اجيب منها periodic time على جده لما اجيبي periodic time هيقول واحدة الواحد ونص هتطلع الى اثنين على الثلاثة اللي هي تعريبا بالـ decimal هتبقى 0.667 او حاجة زي كده طيب انا دلوقتي هاسم periodic time على الاتنين عشان اجيبي اللحظة ان الفلانستي عندها بيكون maximum فهتطلع لي T بواحدة على تلاتة اللي هي بـ 0.33 seconds فانا كده حلت النقطة B طب تعالى نروح للنقطة C C طلب مني maximum acceleration زيها زي بتاعتي V بالزبط لكن انا نغير شوية حاجة بس يعنى احنا دلوقتي بقى يجيبي الـ A maximum اللي هي بالقنون بتاعه omega square A فيحنا هنحسابها عادي جدا وهتطلع لنا بـ 18 pi square اللي هتطلع لنا بالرقم ده يعني في الاخر طيب ادلوقتي اجيبت القيمة بتاعتي الـ acceleration عند الـ maximum ادلوقتي بقى عايز اجيبي الـ T بتاعته او عايز اعرف الـ acceleration بالـ maximum ده ما بيحصل امتى انا عندي الـ acceleration في الـ maximum بيحصل عند x equal native a او x equal a اممكن اخد اي واحدة من الاثنين لا هو الافضل ترمى النقطة بالـ maximum فناخد القيمة موجبه عشان يعني دي الـ maximum انت عندكو لما الجسم يتحرك يمين كده هيبقى فيه force عكس اتجاهه وبتتكون هنا بتحاول ترجع الورا طالما انها بتحاول ترجع الورا فالـ acceleration هيبقى ناحية الشمال طالما ان الـ acceleration هيبقى بالسالب طيب تعالوا بقى انهاكاسها لما الجسم يكون يعني لما يوصل للمرحلة دي لما الـ x equal negative a ساعتها هتكبره عنه هو يطلع لبرة او يروح ناحية اليمين فطالما ان الـ force بتكبر الجسم انه يروح ناحية اليمين فالـ acceleration فبالتالي الـ acceleration يتبقى بالموجة فده معناه ان دي القيمة اللي احنا عوزنها ان لما الـ x equal negative a طيب ده انها يحصل لامتا احنا على الفكرة عندنا الجسم يروح متحرك يمين بعديها يروح يتحرك شمال تاني فكده هيعدي ايه يرجع ايه ويعدي كمان ايه فكده ثلاثة ايه وإحنا عارفين ان الموجة الكاملة او cycle الكاملة بيبقى فيها اربعة ايه فبالتالي دي كده ثلاثة اربع cycle كاملة يعني اول قيمة موجبة الـ acceleration بتبقى بعد ثلاثة اربع الperiodic time ولما اجحسب التى هتطلع لبنص ثانية في الاخر طب تعالوا نشوف بقى دي عاوز ايه هو عايز المسافة كلية اللي الجسم ممشيها between t equal zero لحد t equal one طيب انا المشكلة ان عندي قنون بتاع الـ x of t دوان بيجب لي displacement مش distance فده ايه بقى ايه اللي عمل فيها طيب احنا هنا عايزين نفكر شوية هنشغل دماغنا شوية احنا قلنا ان الموجة الواحدة بيبقى فيها اربعة amplitude وانا عندي amplitude الواحد باثنين سنتي فالـ one full cycle هيبقى فيها تمانية سنتي حلو كده الكلام؟ وقادي رسمة توضح لكم الكلام انت عندكم ده amplitude اللي هي القمة بتاعت الموجة يعني الحتة اللي هي الربع ده وان كده ده عبارة عن amplitude والربع ده كمان عبارة عن amplitude لحد ما نخلص الموجة كلها لايه عندي الحتة دي بالزبط فكده كده معنا اربعة amplitude احنا دلوقتي برضو عايزين طيب هو طلب مننا ده طيب هو طلب مننا ده من اول T equal zero الحد T equal one second فده معناه انه طلب مننا ده طيب انا كده ممكن اجيب الفريكنسي واضربه في فحنا عارفين ان الفريكنسي بتبع عبارة عن عدد اللفات اللي بتحصل في الثانية الواحدة وهو برضو طلب مني في الثانية الواحدة فممكن اضرب في الفريكنسي عشان اعرف اجيب تمام؟ طيب احنا هنا عندنا الفريكنسي معنا الدلتا تي هتساوي T two minus T one معنا ال A معنا والحوارة تضرب في الاربعة ده عشان احنا قلنا ان بتبع اربعة فاحنا نضرب فاربعة عشان نجيب حلو كده كلام؟ ولما نجي نحسبها هتطلع لنا بالشكل ده وهو ده الناتج النهائي اللي هتطلع لنا معنا فكده هتبع اتناشر سنتي ارجو ان النقطة دي تكون فاهم طب تعالوا نروح بقى الاخر مسألة عندنا هو دلوقتي بيقول ان فيه جسم بيتحرك مربوط في سبرينج والامبليتوب بتاعه بثلاثة سنتي هو بقى طالب مني النقطة او ال اكس بتساوي كامل اما ال V بتساوي نصر V ماكسموم طب تعالوا نحلها مع بعض هي بسيطة جدا ان شاء الله انا عارف القلون بتاع ال V ماكسموم اللي هو اميجا ايه هو من دي الامبليتوب بس سهل الاسف ما يشي الاميجا طب تعالوا بس كده نخليها ثري اميجا وخلاص لحد ما نشفي العمل فيها هو طالب مني ال V بتساوي النيوناقل وخلاص لها فأنا حسمي V خليها بي اكل وخليها بنصر يعني لا بدل من قول تلاثة اوميجا هقول تلاثة اوميجا على اتنين طيب فاكرين القلون الدون القلون دة هيساعدني عند ال V بالرقم اللي اعاوز انا عاوز ان يتقوم برقية اوميجا طيب دلوقتي غير مع اواميجا ونجد في أميجا عوضت بكل حاجة نعرفها أنا مش عارف الأكس ولا الأميجا طب إحنا دلوقتي عايزين نتخلص من الرود ده ممكن نعرف نبسط المسألة فتعالوا نربع الطرفين إحنا دلوقتي لما نجي نربع الطرفين طيالنا الرود فبالتالي هنلاحظ حاجة إحنا نقدر نقسم المعادلة كلها على أميجا سكوير فإحنا عندنا الجزء اللي على الشمال اللي هو بتاع الفي أكس في أميجا سكوير عندي وجزء اللي علمين برضو فيه أميجا سكوير ممكن نسمي المعادلة كلها على أميجا سكوير وهتخلص منها وراء دماغي فهتبع معي في الشكل ده في الآخر إن التسعة اللي أربعة اللي هي الفي يعني بتزاوي تسعة ناقص أكس سكوير أنا بدلوقتي معي معادلة واحدة ومأقول واحد خلاص هيكده تعتبرت حالة فضل بس إنه ودي الأكس الناحية التانية بأكس الإشارة وكده خلاص أنا عرفت حل السؤال الحمد لله طيب نتعروا بقى نجيب الأكس سكوير إيكوز 9-9-4 طيب تعروا بقى نجيب الروب بتاع عشان نجيب الأكس بس هنعوض على الأكس بالشكل دوا وفي الآخر هتطلع لي بالرقم ده طب ليه بازدرف اور نيجرف عشان هو ما قاليش هل الجسم بيتحرك يمين ولا الشمال أنا بكل بساطة معرفش فبالتالي أنا هقوله بازدرف اور نيجرف فحياته بيتحرك يمين أتبع بالبازدرف حياته بيتحرك شمال أتبع بالنجرف لحد هنا احنا خلصنا أول محاضرة في الفيسكس دوا عندنا أرجو أنها تكون فاتتكم وربنا وفاكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته